كان لك رأيه بردو عن الموضوع دا لا أنا أكلمت في الرأيه دا وقلت النادي الأهلي هو اللي مظلوم في القصة دي دا اتحاد بيخاطب الكاف والناد الأهلي بياخد طبعا بناءنا على ايه يا كامونة مع كل الاحتراب بناءنا على ايه لن ن 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 اتحاد مصادر اه مصادر ليه هو يعني النادي الاهلي بجلالة ادرو ملوز مصادر وبيرامنز بتاع مبارح هيبقى لهو مصادر لا مش مرة انتو مش عايزين تقولوا ان المجلس ادارة النادي الاهلي اخطأ في الحتة دي فانتو عايزين تبعينه للناس كابت ان هو خطأ من اتحاد الكرة يا حبيبي انا تبع الملف ده هو قالك في الوقت ده ان في ناديين موجودين في البطولة كان زمانك لسه موجود ماشي قالك فالحياة ده ان احنا الناديين موجودين يعني ده التفكير اللي كان موجود على ما اعتقد ان مش هنبعت الناديين لغاية لما نشوف هيوصلوا لفين وفي معاد محدد للاستقبال الملفات وبالتالي عاد ده الوقت وحصل تغيير وحصل بقى كاس الامم وحصل مش عارف ايه برضو انا حمل مجلس ادارة النادي الاهلي ابعت ورقة ابعت ورقة واقول النهائي انا عزب عندي في اتحاد الكرة طيب كميل هل انت متفق مع كلامك اتردى كمول انادي الاهلي هو يتحمل المسؤولات لا او النادي الاهلي يتحمل جزء ان هو تأخر في الخطاب ان هو يخاطب اتحاد الكرة يخاطب الكاف بنان عليه اقول ان انت عايز المباراة هنا من بدري يعني انا شايف ان الاهلي اتظلم في الحتة دي خطأ يعني انت كلامك كده ان النادي الاهلي كان فيه تأثير برضو عنده ما فيه تأثير ان انا اتأخرت والتحاد الكرة اتأخر انت بتحاد الكرة اتأخر ليه انا ما اعرفش اتحاد الكرة ما حد يرد علينا ما حد يرد علينا هل انت كان فيه معاهد وانت عديته ولا اتحاد الكرة كان عنده فاكس وما ورهوش النادي الاهلي يا عمي طلع ورقة من النادي الاهلي مستند يقول ان انا في الفترة اللي هو كان مستبح فيها ان انا ابعد فانبعد واتحاد الكرة اثر يبقى في الحالة دي يبقى النادي الاهلي عمل عليه المحاسبة كلما على اتحاد الكرة بس هو هو من الظلم ان النادي الاهلي يلعب نهائي في بطولة افريقيا في المغرب ضد الوداد كان لازم يبقى في ارض محايدة على الاهلي ولا في مصر ولا في المغرب يبقى في ارض محايدة اللي دي مباراة واحدة عارف لو مباراتين خلاص الاتحادات كلها كابتن ما انا اكد النقطة دي كابتن الاول كنا بنلعب زهاب وعودة دلوقتي الاتحاد الفريق كرر ان النهاية افريقيا بيبقى مباراة واحدة يعني انت ليك دلوقتي الافضلية ان انا بلعب في المغرب وسط جماهيري وسط الاحتخان اللي موجود ده بيبقى في صالح الوداد مش في صالح الاه الاهلي قادر ان هو يكسب زي مريضة قال ده شي تاني ده جزء تاني لا الاهلي يكسب احسن فرق في المجموعة في البطولة كلها في البطولة واخد بالك فالاهلي بامكانيات اللعبة اللي موجودة وتحت الضغط وضغط الجاميري اللي لعب سنين طويلة وعنده باع وعنده خبرات افريقية لا النادي الاهلي يكسب الوداد في الوداد لكن انت بتتكلم على الموقف نفسه لا احنا كنا زعلين على النادي يكون نفسنا النهائي يبقى هنا حتى لو ما كانش هنا من مباراة واحدة النهائي يبقى في ارض محايدة